ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسي البروفيسور ليثل زبيدي مرحبا بحضرتك بروفيسور بداية رؤيتك للإقتراع العام يوم غد هياك الله الجميع يسأل إلى أي مدى يمكن أن يكون مختلفا عن انتخابات 2018 برأيكم شكرا جزيلا طبعا نتيجة للاستعدادات التي قامت بها مفوضية الانتخابات منذ أكثر من 6 أشهر وتهيئت كل المستلسمات اللوجستية المطلوبة لهذه الانتخابات فلابد أن تكون مختلفة عن كل الانتخابات السابقة لماذا؟ لأن الانتخابات السابقة كلنا نعرف شابتها خروقات كثيرة وخاصة انتخابات 2018 أما في هذه الانتخابات فتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة أي الوعي بالتجارب السابقة ودراستها ومن ثم وضع الحلول لكل الخروقات التي كانت تحدث هذا من ناحية الناحية الثانية أيضا هذه الانتخابات جاءت كلنا نعرف نتيجة مطالب تشرين تظاهرات تشرين ولذلك هذه الحكومة عندما تشكلت تشكلت نتيجة التظاهرات فإذن أخذت كل مطالب حركة تشرين من خلال الانتخابات المبكرة تغيير قانون الانتخابات ومن ثم التهيئة اللازمة للانتخابات أي الأجواء الأمنية وغيرها لهذه الانتخابات وبالفعل السيد رئيس الوزراء وعد بذلك وكان خطابه قبل يومين أكد على ضرورة المشاركة الواسعة الواعية لهذه الانتخابات لماذا؟ لأن الانتخابات هي الحل الوحيد بالنسبة للعراقيين أي الأصبع البنفسجي هو حلنا الأخير ولا يوجد حل آخر من أجل التغيير والإصلاح فإذن علينا أن نختار الشخص المناسب في المكان المناسب من هو الشخص المناسب في البرلمان؟ هو الشخص الكفوء والنزيه وغير المجرب لماذا؟ لأن نقطة أساسية هؤلاء جربناهم خلال السنوات السابقة ولم يحققوا شيئا للشعب العراقي وإنما حققوا مكاسب ومصالح لأحزابهم وأنفسهم فلذلك إذن هذه أن يسميها تجربة واعية وهذا ما أكدت عليه المرجعية أيضا في بيانها قبل يومين أيضا أكدت على ذلك أكدت على ضرورة المشاركة الواسعة الواعية والملتزمة وانتخاب الشخص الكفوء والنزيه وضرورة التدقيق في السيرة الذاتية للمرشحين إذا كان يستلم منصبا أو برنامانا أو أي مناصب كان في هذه الفترة إذن عليكم أن تدقيقوا في ذلك كل ذلك من أجل التغيير وعليه العملية السياسية منذ 2021 هنا نسأل هل ستبقى كما هي أم ستتغير طبعا في استحالة أن تتغير مئة بالمئة كم ستتغير برأيك في ظل هذه الانتخابات طبعا كلنا نعرف وكما ذكرت حضرتك من المستحيل التغيير الذي نطالب به حتى 50% ما يوصل التغيير يمكن ما يوصل 20 إلى 30% لماذا؟ لأن كلنا نعرف وأن لاحظنا المرشحين القوائل المنتخابية الدعاية نفس الأحزاب التقليدية القديمة هي مشاركة في الانتخابات نفس أعضاء البرلمان الحاليين والسابقين والوزراء والمحافظين هم مرشحين لهذا الانتخاب إذن ما هو الجديد؟ لا جديد في ذلك يعني أنا من أريد أن أروح أنتخب من أنتخب؟ أشوف الصور كلها هي معروفة وكانت مستدمة مسؤوليات ولم تقل بالتغيير خلال السنوات الثمانية إذن بالأربع سنوات القادمة ما شاء يسوون؟ شينو دخلوا دوره في جامعة هارفورد نزل عليهم وحيد جبريل كذا وغيروا من نفسهم ما لا أعتقد هذا صار فلذلك علينا أن ننتخب كما ذكرت المستقل النزيه الكفوء الغير مجرب حتى نقول يصلون جماعة ممكن أن نعتمد عليهم في البرلمان يحققون مطلباً واحداً واثنين من مطالب الشعب ومطالب الشعب كثيرة كلنا نعرف فإذن هذا المطلوب المطلوب كما ذكرت المرجعية والسيد رئيس الوزراء المشاركة الواسعة لماذا المشاركة الواسعة؟ لأن كنا نعرف أن الأحزاب التقليدية القديمة لديها أتباع ومؤدلجين وتابعين لهم فإذن هؤلاء كلهم سوف يذهبون للانتخابات فإذن علينا أن ننافسهم وأن نزاحمهم في ذلك من خلال انتخابنا وعدم حصولهم على الأصوات التي يردوها فلذلك إذن المشاركة الواسعة ممكن أن تغير وكانت أمس مثلاً مشاركة الانتخابات أو الاقتراع الخاص حوالي 69% نطالب أن تكون النسبة في يوم قد أكثر من هذه النسبة حتى ممكن أن يحدث التغيير ولو 30% نعم ما يحدث التغيير كبير 30% هذا مستحيل نعم بنفس الوقت أن المعادلة السياسية تلاحظ بعد 2018 واضح أنها أوصلتنا إلى التظاهرات وإلاقاء وإلى انتخابات مبكرة البعض يسأل ما احتمالية أن تتكرر من يتكرر نفس السيناريو بعد الانتخابات هذه التي يأمل الجميع أنها ستكون ذات تغيير جيد ماذا لو تكرر نفس السيناريو طبعاً إذا وصلت الأحزاب التقليدية وهذا في اعتقادي سوف تصل بجد انخفاضها نسبها عن البرلمان الحالي في 2018 يعني كل حزاب التقليدية سوف ينخفض أنا أسمي نسبتها من 10 إلى 20% لا تنخفض أكثر مقاعدهم يعني مثلاً اللي كان عنده 50 يصير 40 اللي كان عنده 30 يصير 20 أبو العشرين يصير 15 فإذا هم باقين وهم اللي يشكلون الوزارة الجديدة وأيضاً نرجع على المحاصصة لماذا نرجع على المحاصصة؟ لأن كل من يريد شارك في الحكم والمشاركة في الحكم معنى ذلك من أجل تشكيل الكتلة الأكبر أي اعتلاف من مجموعة من التحالفات والأحزاب تشكل الحكومة ونرجع مرة أخرى على نفس المحاصصة وهذا إلك وهذا إلي فلذلك إذا نتوقع في خلال عام واحد عندما لا يجد الشعب أي مثل ما يقنون تغيير في داخل مجلس النواب أو أي مطالب تتحقق للشعب سوف يقومون مرة أخرى بتظاهره ويطالبون بانتخابات مبكرة أي لا تكون هذه الانتخابات المبكرة الوحيدة والأخيرة لا أنا متوقع في السنة القادمة ممكن أن تحدث تظاهرات وتطالب بمجردها إذا عادوا مرة أخرى إلى السلطة وهذا محتمل أنا أسمي 70% وليس 50% لماذا؟ لأن جماعة التغيير أو الجماعة التي نريد أن نطالب بالتغيير لا نستطيع أن نوصل أكثر من 20% إلى 30% إلى مجلس النواب من 329% نائما نعم كنت معنا أستاذ العلوم السياسية من بغداد البروفيسور ليث الزبيدي شكرا لك ترجمة نانسي قنقر